السلام عليكم أعزائي طلبة طالبات وأولياء أمور الصف الثاني الأعدادي إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جن الوحدة الثانية طيب زي ما عملنا قبل كده في يونت 1 هتلاقييني سيبلك في صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح الوحدة الثانية بالكامل على الصبورة نبدأ مع بعض السؤال الأول بيقول هنا طيب بيقول لك هنا يعني لو موجود مشكلة في نظام الكمبيوتر بتاعك أنت هنا بقى بتتصل على مين خلي بالك اللي بيصلح الكمبيوتر ده اسمه مهندس الكمبيوتر مهندس الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر انجينير يبقى طبعا لو عندك مشكلة هتكلم الكمبيوتر انجينير السؤال اللي بعده طيب اللي بيجهز الطعام للناس خلي بالك علشان يأكلوا في الشارع ده اسمه ستريت فود سلر اللي هو باقي على الطعام في الشارع اسمه ستريت فود سيلر السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول ضابط البوليس لازم يعني يتأكد ان الناس آمنة يتأكد اللي هي make sure يبقى له هنا make السؤال اللي بعده بيقول ابن عم ده بيرسم كويس جدا يبقى هو عايز يبقى ايه في المستقبل احنا قلنا طالما بيرسم كويس يبقى فنان artist يبقى له هنا artist السؤال اللي بعده بيقول هنا نقط طيب بيقول كتابات جميلة جدا باستخدام هنا بيقول اقلام خاصة وفرش طبعا ده فن اسمه فن خط اليد اللي هو كوليغرافي السؤال اللي بعده بيقول هنا deaf people الناس الصم نقط in sign language الناس اللي عندها مشكلة في السمع بيقول ان هم طبعا بيتواصلوا بلغة الاشارة طيب كلمة يتواصل بقى اللي هي communicate يبقى له هنا communicate السؤال اللي بعده بيقول هنا I'm نقط forward to meeting my uncle طيب عندي حاجة اسمها I am looking forward to اللي هو انا اتطلع الى مقابلة خالي يبقى هنا لناقص looking السؤال اللي بعده بيقول هنا you should نقط after working for many hours يجب عليك ان انت تاخد راحة طبعا بعد العمل لساعات عديدة يأخذ راحة دي اسمها have rest يبقى له هنا have السؤال اللي بعده the film is not you should watch it الفيلم بيكون ايه لازم انك تشوفه تاني طيب طالما انت يجب ان تشاهده يبقى هو فيلم fantastic رائع يعني وجميل السؤال اللي بعده بيقول هنا nurses look not patients in their rooms هنا بيتكلم على الممرضات ان هم خلي بالك look after يعني يعتني به بيعتنوا بالمرضى طيب يعتني به قلنا اسمها look after يبقى لازم تحفظها السؤال اللي بعده shady is deaf but he understands us because we use not shady بيكون يعني قصم ولكنه بيقدر يفهمنا بسبب انه بيستخدم لغة الاشارة طيب لغة الاشارة دي اسمها sign language يبقى تقوله هنا sign language يبقى اللي بعده بيقول هنا the street food seller is not his food stall here طيب هو بيقول ان الباعة ده عايز يقول بيركن سيارته طيب العربة دي اسمها food stall يركن بقى دي اسمها parking يبقى is parking على بعضها كده ده مضارع مستمرة السؤال اللي بعده we went نقط a trip last week it was lovely طيب خلي بالك كلمة a trip بيقى قبلها حرف الجر on يبقى قوله on a trip يبقى هنا on الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا نقط can look after people's health احنا قلنا من شوية من اللي بيعتني بصحة الناس طيب يعتني بصحة الناس دي الممرضة اللي هي اسمها nears يبقى قوله nearses السؤال اللي بعده i am feeling نقط i am looking forward to having breakfast طيب بيقول لك هنا انا حاسس بايه انا عاوز يعني اتناول الافطار طيب عايز يفطر يبقى هو حاسس انه جعان يبقى i am feeling hungry اشعر بالجوع السؤال اللي بعده بيقول هنا the boy is not but he understands us as we use sign language طيب بيقول الولد ده بيكون ايه ولكن بقى هو بيفهمنا كويس بسبب انه بيستخدم لغة الاشارة قلنا اللي بيستخدم لغة الاشارة ده الشخص اللي هو بيكون deaf deaf اصمي يعني فاقوله is deaf بعد كده بيقول she lives next door she is my not هي يعني بتعيش جنبنا بجوار البيب هي طبعا بتكون طبعا جارة كلمة جار بقى اللي هي neighbor يبقى قوله neighbor يعني جار she works in the children's نقط she is a doctor طيب بيقول هنا ان هو بيعمل او هي بتعمل في ايه للاطفال هي طبيبة وانا في عمنا حاجة اسمها عمبر الاطفال العمبر ده شباب اللي هو كلمة word يبقى قوله children's word السؤال اللي بعده this book is not you should read it طيب هذا الكتاب بيكون ايه لازم انك انت تقرن طيب يبقى ده كتاب ايه كتاب فانتاستيك رائع طالما قالك يجب ان تقرأه السؤال اللي بعده بيقول we need a computer engineer to not our computer طيب احنا بنحتاج مهندس computer علشان طبعا يصلح الكمبيوتر طيب كلمة يصلح بقى اللي هي repair يبقى to repair كي يصلح الكمبيوتر السؤال اللي بعده بيقول هنا there is a beautiful note in our garden بيقول لك بقى احنا عندنا يوجد يعني ايه جميل في ال garden في الحديقة الحديقة ممكن يكون فيها ايه من الاختيارات دي حاجة واحدة اللي هي fountain fountain اللي هي النفورة عندنا نفورة جميلة السؤال اللي بعده a street food seller puts his food not in the best place البائع في الشرع بيضع عربيته في مكان مكان افضل افضل مكان يعني طيب عربة الطعام اللي في الشرع دي اسمها food stall يبقى هنا اقول له stall السؤال اللي بعده بيقول هنا i should not everything ready before people come to buy the food طيب انا لازم اتأكد عايزيقول ان كل شيء جاهز يبقى هنا get ready على بعضها كده بعد كده i don't see my father a lot he is always not working عايزيقول انا مشايف طبعا بابا بمشوفوش كتير يعني he is always بسبب ان هو دايما بيكون مشغول كلمة مشغول اللي هي بايزي يبقى له هنا بايزي my little brother is not he always wants to stay at home and watch tv هنا بيقول اخويا صغير بيكون ايه هو دايما يريد ان يبقى في البيت ويشاهد التلفزيون واحد عايز يقعد في البيت ويتفرج على التلفزيون يبقى ده كسول كلمة كسول بقى اللي هي lazy يبقى is lazy السؤال اللي بعده i am feeling not and i want to drink some hot coffee طيب انا اشعر باييه انا عاوز المشروب ساخن يبقى انا حاسس بال cold بالبرد الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض بيكون فيه عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد زي ما قلتلك هتلاقيني سايبلك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح القاعدة بالكامل نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول لي هنا listen صارة نقاط زال بيانو خلي بيلك بقى انت هنا هتخط عينك على كلمة listen وتفتكر دي من الكلمات اللي بتدل على زمن المدارع المستمر طيب ايه هو المدارع المستمر اصلا يا مستر كان بتكون من ايه افكرك كان بتكون من am او is او are وبييجي بعدهم الفعل المضاف له ing كنا بنقول am is are plus الفعل المضاف له ing يبقى لازم انت هتخط am او is or زال الفعل المضاف له ing طبعا من ايه بقى شوف صارة دي مفرد ولا جام صارة هنا مفرد طبعا الفعل المفرد هياخد am ولا is ولا r ان المفرد بياخد is وبعدين الفعل مضاف له ing يبقى عايز اقول is playing يبقى هي بتعزف موسيقى دلوقتي استمع لها طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا what is she not in the kitchen now طيب خلي بالك برضو انا عندي هنا كلمة now now يعني الان الان دي من الكلمات اللي بتدل على المدارع المستمر طيب وعندي is انت فاكر is daimon بييجو وراها الفعل المضاف له ing فهتقول is she cooking سهلة كده يبقى عندي علامتينهم يخلوني اختار الفعل المضاف له ing اللي بعده بقول باسل usually repairs computers but today he not his grandparents طيب خلي بالك بقى وقت تتلخبط هو عادة بيصلاح الكمبيوتر ولكن النهاردة تحديدا يبقى ده مدارع مستمر طيب ما قالك النهاردة يبقى ده مدارع مستمر هو ايه مدارع مستمر كل اللي لازمني حسن نقط so he can't answer the phone طيب خلي بالك برضو هنا بيقول لك لذلك هو مش قادر يرد على التلفون طالما مش قادر يرد يبقى دلوقتي يبقى هو نايم يبقى as والفعل مدارع مستمر نازن نقط has homework at the moment طيب انا عايزك تخلي بالك من add the moment add the moment يعني في هذه اللحظة ودي بتدل برضو على المدارع المستمر وطالما قلنا مدارع مستمر تروح جري كده وتحدد الفعل بقى زي ما قلت لك حط عينك على الفعل وشوفه هياخد is ولا are نازن ده فعل مفرد يبقى خطر is وبعدين الفعل هحط له ing يبقى is doing خلاص كده إلا بعده طيب عايزه انا اشعر بالتعب النهاردة خلي بالك هنا I am بيجو وراه الفعل مضاف له ing فدي سهلة واضحة كده يبقى قول له I am feeling انا اشعر دلوقتي احمد نقط his computer add the moment add the moment قلت لك حط عينك عليها وفتكر دي من الكلمات اللي بتدل على زمن ايه مضارع مستمر لان هي معناها في هذه اللحظة الحدث ده بيحصل دلوقتي يبقى احمد بيصلح الكمبيوتر بتاعه دلوقتي ده معناها يبقى احمد ده مفرد يبقى is زاد الفعل مضاف له ing فتقول لي هنا السؤال اللي بعضه بيقول هنا احنا قلنا المضارع مستمر بس خلي بالك بقى ده سؤال السؤال ده شباب فيه عندي فيه فعل مضاف له ing بدأ بقى ده تستفهام عايز بعد ده تستفهام فعل مساعد وبعدين الفعل طب الفعل المساعدة عندي يا ازي ار لازم ابدأ بيه هو الاول عندي ار الاول وبعدين الفعل تبقى صح بعد كده بيقول طب خلي بالك برضو ده سؤال وخلي بالك من حاجة هنا كلمة work ده فعل الفعل ده جاي مضاف له ing ولا جاي في المصدر ها فتكر كده work ده مصدر طالما مصدر يبقى ده مدارع بسيط طالما مصدر يبقى ايه مدارع بسيط شوف الفعل بقى فتكر مدارع بسيط بتاع الوحدة الاولى الفعل مفرد يبقى does يبقى where does your father work today is sunny so everyone not a picnic النهارة ده جاو مشمس وجميل لذلك كل شخص بقى عايز يقولي ان هو يعني يطلع ليه النزهة طب خلي بالك احنا قلنا ده مدارع طالما قالك today يبقى مدارع مستمر تقولي as والفعل مضاف له ing نكمل مع بعض بعد كده بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال السؤال الاول نوعات سهلة كده كلمة زي ما قلت لك دي بتدل على المدارع المستمر معناها الان طيب موجودة هي يبقى تحط الفعل ing خلاص كده خليك فاكر ان as و r دايما بيجي وراهم الفعل مضاف له ing هتقولي هنا ar watching فالمدارع المستمر طبعا drive carefully here because they not زرود يعني بيقول لك سوء بحرص هنا فعايز يقولي ان هم بيصلحوا الطريق طيب احنا اتفعنا بقى يا شباب دي صيغة امر فهما بيصلحوا دلوقتي فهنا اقول zay جمع يبقى يجي وراها r الاول plus الفعل اللي هو احط له ing دي صيغة مضارع مستمر خلي بالك يعني وانت ساعد دلوقتي ليه لان هم بيصلحوا فقول are repairing السؤال اللي بعده it isn't not outside طيب isn't حلت معا الموضوع is و r فعل مضاف له ing بتقولي هنا reining معنى الكلام ده ان هي بتمطر بالخارج دلوقتي what is سلمة نقاط nao nao مضارع مستمر طب ده سؤال عندي is is و r وراهم الفعل مضاف له ing هو عطت لخبط طالما في nao she not an email now نفس القاعدة برضه now يعني الان لما بشوفها كده بقول ان دي من الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر يبقى is or are she هنا حط هناك عليها وقول لي مفرد يبقى is والفعل يضاف له ing هي القاعدة كده فتقول لي is writing اللي بعده people on saturday we sometimes نقط time on a boat طيب خلي بالك وعطت لخبط sometimes حط هناك عليها وافتكر الوحدة الاولى لما كنت بقول لك احيانا دي بتدل على المضارع البسيط يبقى الزمن هنا مختلف طيب بقول لي we sometimes مضارع بسيط كان قاعدته ايه لو الفعل جمع كنا بقول كده يا شباب اذا كان الفعل جمع فاحنا هنا بنعمل ايه بنحط الفعل في المصدر لو الفعل مفرد بنضيف للفعل is طيب we هنا فعل جمع يبقى تقول الفعل في المصدر اللي هو spend بدون اضافات سهل كده الصوحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي الاول فيها بيقول لي هنا طيب خلي بالك وهنا عايز يقول انها بتتكلم مع مدرسها احنا قلنا شباب ان ده مضارع مستمر يبقى تقول لي هنا السؤال اللي بعده طيب قلت لك من شوية لما تلاقي كلمة حط عينك عليها كده وقول لي يا مستر دي بتدل على زمن المضارع المستمر مضارع مستمر اقول بقى زاد الفعل مضاف له هم بدين هنا يبقى عايز ايه يبقى عايز هو بيسأل هنا هل انت بتتعلم طيب نفس الكلام برضو كلمة تدل على مضارع المستمر هو هنا بقول لي ان ضبط البوليس عايز يقول بيزور بقول له والفعل مضاف له السؤال اللي بعده نفس الكلام ده سؤال الفعل هنا مضاف له اي 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 جي يبقى يجاب له يا از يا ار اما داز ودو عايز ينفعله في المصدر فما ينفعوش طيب دي مفرد يبقى استخدم از وال ار از برافو عليك قال اللي بعده بيقول لي هنا طيب خلي بالك هنا بيقول احنا بنسوق العربية حول المدينة وعيز يقول لك بنتأكد ان الناس بتكون فيه امان في الشارع طيب خلي بالك بقى احنا قلنا شباب الزمن هنا ار والفعل مضاف له اي ان جي ده زمان مبارع مستمر يبقى لما يقول لي بقى ار درايفين ان يبقى هنا عايز اقول يبقى هنا السؤال اللي بعده طيب كلمة لسن من الكلمات اللي بتدل على المبارع المستمر مبارع مستمر يعني ايه يعني از او ار والفعل مضاف له اي ان جي طيب هنا مفرد يبقى قلو از زائد الفعل مضاف له اي ان جي اللي بعده. زي نقاط. عايز يقول هما بيلعبوا شطرنج. يعني في هذه اللحظة. طيب الفعل هنا جمع يبقى. السؤال اللي بعده. طيب بيقول ان يوم الجمعة مساء الوالدين وانا عادة طيب عادة دي بتدل على زمن ايه? المدارعة البسيط. مدارعة بسيط بقى يا شباب ابص على الفعل. الفعل عندي هنا. خلي بالك الفعل هنا جمع. انا والوالدين. يبقى هنا خلي بالك ما ينفعش اقول دي مدارعة مستمرة. الصح ان ان اقول ايه? طيب اما فيه يوجولي. يبقى ده مدارعة بسيطة. يبقى الفعل في المصدر عشان الفعل جمع. يبقى رقم تمانية هتبقى. طيب بيقول انا بتعلم الابحار. طبعا عايز يقول لا يحبه. طب لايك هنا فعل جاي في المصدر. يبقى يجي قبل منه يا دونت يا دازنت. خلاص ترامل فعل في المصدر. طيب مفرد هنقول دازنت. تامر is a student but ولكن he not this week to help his poor family. يقول ان تامر بيكون طالب. ولكنه بقى خلي بالك بيعمل هزا الاسبوع. طيب ده مدارعة مستمر. مدارعة مستمرة شباب يستخدم ايه? is والفعل مضاف له ing. is working. كامل مع بعض بعد كده بيكون عندنا سؤال. سؤال الاول بيقولي هنا علي نقط او او طيب خلي بالك عايز يقول ان علي بيشرب دلوقتي مشروب بارد. طب عرفنا من ان ده مدارعة مستمر من كلمة ناو. يبقى علي مفرد اقول as والفعل مضاف له ing. والصح ان انا اقول as drinking. السؤال اللي بعده. he not his car now. طيب برضو هنا كلمة ناو اللي هي معناها الان. يبقى ده مدارعة مستمر. مدارعة مستمر هي جوارها is. والفعل mind اللي هو هحط له ing في الاخر. يبقى له as mending. السؤال اللي بعده بيقول what not eating? قال له ات لوكس اه very nice. خلي بالك ده سؤال. الفعل ing. طالب الفعل اخر ing. طالب الفعل اخر ing. يبقى هنا مدارعة مستمر. يبقى عايز قبل منه is or are? على حسب الفعل. الفعل عمادي بقول له is. اللي بعده not looking for a new job. طيب ده سؤال بس مكتوب غلط. هبدأ هنا بالفعل المساعد اللي هو are? وبعدين you. قلنا شباب السؤال بيبدأ بفعل مساعد وبعدين الفعل. يبقى are you? is not a message now. طيب ناوي يعني مدارع مستمر. طيب خلي بالك هو اصلا مدك is. يبقى عايز بعدها الفعل مدفله ing. يبقى is writing. بتكتب رسالة دلوقتي هنا. واخر حاجة بيقولي that children are not in the playground. طيب are عايز او اراه الفعل مدفله ing. ده مدارع مستمر. يبقى قوله كلمة sing واحطلها ing في الاخر. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الاول والتاني. واللي بيبدأ معي بسؤال مهم جدا وهو سؤال listen سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير تسمعه مني دلوقتي. ومن خلال اللي انت سمعته هتبدأ تختار اللي قدامك دي. طيب النص هنا بيقول that's a photo of my last trip to the mountain. وبعد كده بيقول we are sitting carefully on the rocks because they are very sharp. وبعدين بيقول لي you can't see me because I am sitting under a tree. طيب بعد ما يسمعنا النص هتبدأ تحل بقى على النص. السؤال الاول بيقول لي هنا where did they go to on the last trip. بيسألك يعني اين الرحلة طبعا هم كانوا روحين في قال لي to the mountains الى الجبال. السؤال اللي بعده where are they all sitting? طيب كلهم كانوا قاعدين فين? طيب هو قال لي يا شباب كانوا قاعدين طبعا on the rocks عشان كان بيقول لنا الصخور دي كانت حادة جدا. يبقى هنا on the rocks. السؤال اللي بعده why are they sitting carefully because the rocks are not? لكن لازم يكونوا حذرين طبعا قال عشان الصخور كانت شارب حادة. والسؤال الاخير where is the speaker sitting? المتحدث بقى كان قاعد فين طبعا كان قال لي under a tree يعني تحت الشجرة. زي ما قلت لك الاستئلة دي كلها بتحلها من خلال القطعة اللي انت سمعتها. بعد كده عندنا السؤال التاني وهو سؤال دا لك سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بقى السطر دا مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? خلي بالك بيقول ان ملك بتخبر صحر عن طبعا المشروع اللي هي بتعمله للواجب المدرسة. طيب تعال نشوف كده صحر بتتسأل ملك وبتقول لها how are you? طيب how are you معناها كيف حالك? لما تيجي بقى تجاوب عليها ب I am fine thank you. يبقى لما حد يسألك سؤال في المحادسة موجود في how are you? اللي جابش بها بتبقى I am fine وممكن تكمل وتقول له thanks. طيب اول سؤال بقى سألتها عشان اعرف السؤال لازم اعراء الاجابة. الاجابة I am doing a project for my english homework. تقولها يعني انا بعمل مشروع عن واجبي للغة الانجليزية. طيب ايبقى هي هنا بتسألها بايه? ماذا تفعل? طيب ماذا تفعل دي اسمها what are you doing? طيب ليستخدمنا هنا المدارع المستمر. لان الاجابة شباب فيها I am doing. مدارع مستمر برضو. فبتقول لها بتعمل ايه يعني? طيب بعد كده سألتها سؤال كمان. الاجابة I want to be a teacher of english. يعني انا عاوزة اكون في المستقبل بقى مدرسة انجليزي. يبقى بتسألها هنا بتقول لها what do you want to be? يعني ماذا تريدي? طبعا هنا بتسألها عن المستقبل. فممكن اكمل واقول when you grow up. لما تكبر يعني عايزة تلاقيه. خلينا نقول what do you want to be? لغاية هنا كده تنفع برضو. ماذا آآ تريد ان تصبح يعني? why would you like to be an english teacher? ليه حابة تبقى مدرسة انجليزي? تقدر تقول هنا اي سبب? ممكن نقول مسلا because I want to help others learn it. يعني تقول لها بسبب ان انا عاوزة يعني ان انا اساعد الاخرين ان هما يتعلموا. يتعلموا it هنا عايدة على اللغة الانجليزية. يبقى because I want to help others learn وفي الاخرى اقول لوقات اللي هو يتعلموا يعني الانجليزي. طيب بعد كده. قالت لها في الاخر. بتسألها بقى هل باباكي مدرس برضو? اتلاقي حاجة وهتلاقى. يبقى واضح كده ان هو مش مدرس. فهنا هتجاوب بقى السؤال بهل اجاوب بنا وعمل كما واقول اه طبعا هي اللي هو بابا يعني واقول بتنفي بقى يبقى طيب بعد كده يكون في عندنا سؤال الاختياري. السؤال الاول بيقول لي هنا زا نقط helps to keep people safe in the street. طيب خلي بالك. مين بقى اللي بيساعد الناس ان هم يكونوا اامنين طبعا اللي بعده بيقول لي هنا I had lots of not on my first day from my friends. طيب انا عندي عايز اقول هدايا كتير في عيد ميلادي من اصدقائي. طيب كلمة هدايا اللي هي presents. السؤال اللي بعده. بيقول هنا زا نيرس اللي هي الممرضة. works on za نقط for children. بتعمل في ايه للاطفال? طبعا في عمبر للاطفال. وانا كلمة عمبر في مستشفى اللي هي كلمة word. السؤال اللي بعده. بيقول هنا نقط worker is the person who answers phone calls. طيب عايز اتكلم هنا عن ال call center worker. ده الشخص اللي وظفته ان هو يرد على الترفينات. يبقى call center. اللي بعده بيقول هنا we didn't tell our friend about her present to not her a surprise. خلي بالك بيقول يعني احنا لم نخبر صديقتنا عن الهداية بتاعتها يعني اللي اعطيناها في اه كمفاجأة يعني. طيب كلمة يعطي اللي هي كلمة ايه? كلمة give. يبقول له هنا give. الصفحة اللي بعده كده انا كمل مع بعض. السؤال الاول فيها. بيقول هنا my mother is good at نقط. she always makes her close by herself. بيقول ان ما ما بتكون جيدة في ايه يعني? هي دايما بتعمل ملابسها بنفسها. طالما بتعمل ملابس بنفسها تبقى في صونج اللي هي الخياطة يعني. بعد كده. نقط. فان خط اليد بيحتاج طبعا مهارة كبيرة. كلمة مهارة اللي هي skill. السؤال اللي بعده. بيقول look at that dog it not water from the lake. طالما قال لك look at انظر الى. يبقى الحدث ده دلوقتي. يبقى ده مضارع مستمر. مضارع مستمر بقى. الفعل هنا مفرد. يبقى تستخدم is زاد الفعل مضاف له ing. فتقول is drinking. يعني الكلب يعني بيشرب من البحيرة. how not your parents feeling now. خلي بالك. ده سؤال في المضارع المستمر. your parents هنا جمع. يبقى انا محتاج هنا is او are. طالما الفعل جمع بس تهدم are. يبقى اقول له how are your parents. اللي بعده. every Monday. سالي. نقاط her kids. to the football practice. كل يوم اتنين يعني. سالي. خلي بالك هنا. آآ كل يوم اتنين دي مواضع مضارع بسيط. مضارع بسيطي. بقى الفعل اخر. السؤال اللي بعد كده وهو سؤال correct. السؤال الاول. فدي as not to music at the moment. at the moment. قلت ترك حط عينك عالك كلمة دي. وقل ان دي مستر زم مضارع مستمر. مضارع مستمر. هو اصلا مديني علامة هنا. بيقول لي is. is طبعا بيجي وراء الفعل مضاف له ing. فصح انك تقول لي listening. يعني فادي بيستمع الى الموسيقى في هذه اللحظة. اللي بعده she is not because she is late for her listen. برضو سهلة جدا. ليه? هو مديني بعد she is. طالما is بيقول له running. الفعل اخره ing. والسؤال اللي بعده بقول he not today. he is on holiday. طيب برضو نفس الكلام شباب ده مديني على مستمر. is work. بس خلي بالك. هنا بيقول لك. هو بيعمل النهاردة وبعد كده بيقول هو بيكون اجازة. طالما قال لك بقى he is on holiday. بقى مش هينفى نقول is working. الصح ان احنا ننفي بقى. خلاص? طالما قال لك ان ده اجازة. فهو لا يعمل. فهتقول لي isn't هنصححها كده. working. اكتبها لك تاني هنا كده. هي isn't. يبقى رقم تلاتة اجابتها isn't. والفعل مضاف له ing. لانه بقول ان ده يوم اجازة هنا. بتقول لي isn't working. I am looking forward to not home and having a rest. طيب نفس الكلام قلنا كلمة look look forward to بيجوارها الفعل مضاف له ing. فتقول لي هنا going. بعد كده بيكون عندنا سؤال زي ما قلنا تاني عدادة. ان شاء الله في مذكرة بتتعامل الفترة دي. المذكرة دي هتنزلك على القناة هنا بصيغة pdf. كل عليك انك انت هتبدأ تحمل المذكرة دي هيكون موجود فيها اهم موضوعات المنهج. وزي هتعرف تحل السؤال ده بكل سهولة. طيب في النهاية كده بيديني سؤالين اختياري وسؤالين كوريكت برضو. نشرحهم. يقول I'm looking forward to going home. my job is not. طيب يقول يعني انا بتطلع الى الذهاب للمنزل ووظفتي بتكون هنا عايزون متعبة. يبقى طالما هي المتعبة. police officers are driving around the city to not sure that people are safe. ضابط البوليس. طبعا بيتجول في المدينة. قلنا لكي يتأكد اسمها make sure. بعد كده بيقول لي هنا في سؤالي correct it's cold so everyone not staying at home. طيب الجو بارد لزلك بقى كل شخص خلي بالك هنا اقول له is لان كلمة everyone دي مفرد. I am looking forward to going home and not a rest. طيب احنا اتفقنا. هنا forward two بيجو وراها going. الفعل الاخر عين جي. طالما قال لي and. فبقول له having ورده. نفس الايه? القاعدة بتنطبق على الفعلين. يبقول له having a rest. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس التالت والربعة. السؤال الاول بيقول لي هنا you can catch a plane from a or an not. طيب خلي بالك بقى بيقول انت تقدر تركب الطائرة من ين. طبعا الطيارة بنركبها من المطار. المطار بقى اللي هو airport. يبقى اول اجابة عندي اللي هي airport اللي هو المطار. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا not means not with other people. طيب ايه اللي معناه? انه يعني لا يوجد اخرين. انت قاعد لوحدك. ده معنى كلمة بمفرده. اللي هو alone. السؤال اللي بعده. بيقول لي not is an area of try land. المنطقة اللي بتكون منطقة جفة جدا. طبعا منطقة جفة دي الصحراء اللي هي desert. اللي بعده بيقول هنا a grateful person is the one who not people. ده تعريف مهم جدا. بيقول الشخص يعني الممتن ده بيكون هو الشخص اللي شاكر للناس. اللي بيشكر الناس. طبعا اسمها thanks. السؤال اللي بعده. بيقول هنا when you invite a person to your house. they are your not. طيب لما انت بقى بتدعو شخص يعني لبيتك. دول بقى بيكون اسمهم طبعا الضيوف. كلمة الضيوف اللي هي guests. يبقى قلو هنا guests. السؤال اللي بعده. بيقول هنا when two people get married they have a not. طيب لما في اتنين بيتزوجوا يعني. خلي بقى لك بقى هنا عايز يقول ان هم بيعملوا wedding اللي هو حفل الزفاف. السؤال اللي بعده. يقول be careful when you cut bread because the knife is not. طيب كن حذر. خلي بالك وانت بتقطع العيش يعني. لان السكينة بتكون ايه? هنا عايز يقول ان السكينة بتكون حادة. خلي بالك بقى كلمة حاد اللي هي sharp. يقول له هنا sharp. اللي بعده? my sister loves not selfs all the time. اختي بتحب انها تلتقط صور سيلفي طول الوقت. طيب يلتقط صورة سيلفي دي اسمها take selfie. يقول له هنا taking. السؤال اللي بعده? when people travel لما الناس بيسافروا they put their clothes in not. هما بيضعوا ملابسهم فين? طبعا اللي بيسافر بيحط الهدوم في حقيبة الصفر. حقيبة الصفر دي اسمها suitcase اللي هي شنطة الصفر يعني. فاقول له هنا suitcase. اللي بعده? my best friend is not. وبعد كده بيقول he always makes me laugh. طيب صديقي بيكون ايه? هو دايما بيجعلني ان انا خلي بالك اضحك. يبقى هو طبعا مضحك. اللي هي كلمة funny. يبقى هنا هو funny. السؤال انا بعده? بيقول هنا I like to sit in the not of the class to be in front of the board. خلي بالك بقى. انا بحب اقعد فين في الفصل? وبعد كده بيقول علشان اكون امام الصبورة. طيب اللي بيقعد قدام الصبورة ده بنقول عليه قاعد في الامام. يبقى foreground في المقدمة يعني. اللي بعده بيقول لي هنا نقط is everything in the world that is not made by humans. طيب كل حاجة في العالم ليست خلي بالك بيقولك not. ليست من صنع البشر. طيب طالما هي ليست من صنع البشر تبقى دي حاجة طبيعية اللي هي nature. السؤال اللي بعده? بيقول هنا when you do something not for someone else this makes you feel happy. طيب بيقول يعني لما بتعمل حاجة طبعا عايز اقول هنا اشياء طيبة لشخص اخر طبعا ده بيجعله سعيد. طيب يفعل شيء جيد او شيء طيب دي اسمها something kind. يبقى خلي بالك هنا. اول كلمة كلمة boring معناها ممل. ما تنفعش. unfriendly معناها ودود. ما تنفعش عشان دي حال. انا عايز هنا صفة. يبقى اقول له something kind. اشياء طيبة. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا the not temperature اللي هي درجة الحرارة for people is thirty seven. خلي بالك بقى. هو هنا بتكلم عن درجة الحرارة الطبيعية. لان درجة حرارة الانسان الطبيعية العادية اللي هي طبعا سبعة وتلاتين درجة مقاوية. بيقول له هنا normal temperature. السؤال اللي بعده the skin of zebra is نقط. طيب. جلد الحمر الوحشي طبعا قلنا striped مخطط يعني. اللي بعده nobody likes to live in the not because it's hot there. ما فيش حد خالص بيحب ان هو يعيش فيه. طبعا ايه بسبب ان هي بيكون حارة جدا. طيب حار جدا ده الصحراء. يبا فيش حد بيحب يعيش فيه desert. ليه? لان بتكون فيها الحرارة شديدة. فقول له هنا desert. it's normal to get not when your father is late. طيب بيقول انه من الطبيعي انك انت طبعا تشعر بالقلق لما والدك يتأخر. ده شيء طبيعي. طيب يشعر بالقلق دي اسمها get worried. تقلق يعني. السؤال اللي بعده. to feel not means feeling happy about the good things in your life. طيب تعريف مهم جدا. الشعور بقى انك انت تشعر بالسعادة. آآ من الاشياء الجيدة في حياتك انت كده بتكون ممتن للحاجات دي. طالما قال لك good things. طيب ممتن اللي هي grateful. يبقى to feel grateful. انك شاكر او ممتن للاشياء الجيدة في حياتك. دكتور سامي is mrs hala's. عايز يقول ان دكتور سامي خلي بالك زوج طبعا آآ ميس هالة. طيب زوج بقى اللي هي husband. السؤال اللي بعده. بيقول هنا. I was happy because it was the first time to not on a plane. طيب عايز يقول يعني انا كنت سعيد بسبب ان انا كنت طبعا آآ المرة الاولى to طبعا get on a plane. قلنا يا شباب كلمة on a plane بيجعب لها كلمة get. يبقى له to get on a plane. يبقى هنا get. السؤال اللي بعده. بيقول this is my baby sister. she is not everyone likes her. طيب بتكلم عن اخته البيبي بيقول ان هي بتكون ايه بقى? كل شخص بيحبها. كل ناس بتحبها عشان هي طبعا بيبي ايه سويت. طالما قال لي بيبي تبقى هي يعني حلوية. اللي بعده. this is a photo of my parents. نقط. they are happy. طيب بيقول ان دي صورة في حفل زفاف الوالدين. هم سعداء. طيب كلمة حفل الزفاف اللي هي wedding. اللي ابصر في اس دي هي او الابصرف اللي بعد الاس دي ابصرفي الملكية. يبقى حفل زفاف الوالدين. السؤال اللي بعده بيقول هنا. this is a or an. نقط film. i advise you to watch it. طيب ده بيكون فيلم ايه? انا نصحتك انك تتفرج عليه. طالما بنصحك تتفرج عليه يبقى هو فيلم كويس مسير يعني. يبقى له exciting. السؤال اللي بعده بيقول هنا our teacher always stands not the middle of the class. طيب المدرسين او مدرس بتعني يعني دايما بيوقف عايزه في منتصف الفصل. وانا فيه المنتصف دي اسمها in the middle. يبقى له in the middle. ولا بعده? is not ready to take a photo. طيب سالوة بتكون جهزة ان هي تلتقط صورة. جهز دي اسمها get ready. يبقى هنا نقول getting. السؤال اللي بعده. if you are tired why don't you not arrest? لو انت تعبان لما لا تأخذ راحة? طيب يأخذ راحة دي اسمها have arrest. يبقى له هنا have. الصفحة اللي بعد كده بيكون فيه عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد. السؤال الاول بيقول هنا salma speaks english toot. عايز يقول ان salma بتتكلم انجليزي بشكل جيد. خلي بالك كلمة speaks دي فعل. لما بيكون عندي فعل انا هنا باصف الفعل. لما اجي اصف الفعل بوصفه بيه الحال او الظرف. حلاصة رجالة يبقى انا عندي كده لما كنت جملة فيها فعل زي كده لازم استخدم زرف او حال. طيب خلينا نشوف كده الكلمات بتاعتنا. اول كلمة دي صفة كلمة يعني سايق صفة وكلمة برضو صفة. اما كلمة فدي معناها بشكل جيد وهو ده الحال من ده حال غير منتظم لازم تحفظه الصفة الحال منها طيب المدرس بيعامل تلاميزه. برضو خلي بالك هنا ده فعل. لما يكون عندي فعل يا شباب لما اجي اوصفه بقى بوصفه بالظرف او الحال. طيب عندي هنا كلمة كلمة يبقى دي ظرف او حال. يبقى كلمة. اللي بعده. طيب من المهم الا خلي بالك الا تقود. عايز يقول بقى باهمال طالما بينفي. لما يكون الجو طبعا ممتر. يبقى خلي بالك طالما نفي مش هينفع اقول كيرفولي. انا عايز حال عشان اوصف الفعل اللي هو القيادة. طيب كيرفولي غلط ليه? لان هو هنا نافي. يبقى صح ان اقول له كيروليس لي. يبقى لازم نترجم. ما ينفعش انك تسوق باهمال. اللي بعده. نقاط. طيب. هنا ده فعل في المدارع البسيط. الفعل ده لما اصفه باصفه باللي اللي هو الحال. فقولها بلي. يعني بينتظروا. الاولاد بينتظروا المباراة. يقول بحماس. يبقى عايز الحال. قلنا الحال اللي هو اخره. يبقى له اكسايت لدلي. بعد كده بيقول. طيب بيقول في نهاية اليوم يعني. الضيوف خلي بالك بقى هنا طالما جاب لي فعل بعد النقط. يبقى عايز حال لان الصفة بيجي وراها اسم. عايز يقول غادروا ببطء. يبقى هنا سلولي. يبقى هنا هنختار الحال اللي هو سلولي ببطء. السؤال اللي بعده نقط. هي شطرة. يبقى هي بتدرس بجد. يبقى هنا خلي بالك في فعل اللي هو يدرس. يبقى عايز حال او ظرف. طيب صفة خلي بالك دي مش حال. كلمة هي اللي معناها بجد. هي دي الحال. ودي برضو من الاحوال الغير منتظمة اللي لازم تحفظها. يبقى يقول له. واللي بعده بيقول هنا اللي هم الوالدين يعني. نقط بيكونوا ايه باينج. اه في فعل بعد النقط خلي بالك. طيب اما في فعل يبقى حال. خلي بالك الجزئية دي ما بتجيش كتير جدا في تاني عدد دي. يعني هو عادة هيجب لك الجملة واضحة. يبقى هنا اقول له يعني اشترت بسرعة. اللي بعده بيقول هنا اللي هو المدرس. خلي بالك المدرس نظر الي خلي بالك بقى عند كلمة هنا دي فعل. لما اجي اوصف الفعل هاوصفه بالحال. عايز يقول ان هو نظر لي بغضب علشان نسيت الكتاب. بعد كده بيقول اي دو نقط اد سكول ان اي انجوي انا طبعا هنا عايز يقول بقى اعمل برضو بشكل جيد في المدرسة. عايز حال. طالما في دو فعلي بنا بوصف فعله. لما اجي اوصف الفعل بصفه به الحال او الظرف. وانا كلمة هي الحال من ودي لازم نحفظها طبعا. بعد كده بيكون عندنا سؤال كامل مع بعض. السؤال الاول بيقول هنا خلي بالك بقى. الاطفال بيغنوا. يبقى انا بوصف الغنى بتاحهم. يبقى اقول ايه? طالما هنا انا بصف الفعل. يبقى احط للصفة علشان تبقى حال. لان يا شباب باختصار شديد. اللي بيصف الفعل هو الظرف او الحال. نقط. طيب هنا برضو عايز يقول ان هي بتتحدس بهدوء. بتتكلم يعني بشكل هادئ. يبقى اقول له كويت يعني هادئ. لما اجي يجيب الحال منها بحط لها في الاخر الواي. واللي بعده بيقول هذا الطائر نقط. عايز اقول الطائر ده بيطير بسرعة. طيب عايز بسرعة اللي هي الحال. طب الحال من فاست برضو. يبقى لازم احفظها ده حال غير منتظم. يبقى اقول له هنا فاست. معناها بسرعة. وبيقول لي جود. طيب ده رقم اربعة تبقى اول. احنا عارفين الحال من جود اللي هي يا شباب اللي هي وال. ورقم خمسة طبعا كويكلي. كويكلي عشان خاطر انا بوصف هنا الجاري. بقول له بسرعة. واللي بعده بقول لي افريون شود ويرك نقط طبعا برضو احنا قلنا هارد بس نشيل الواي دي. يبقى بقول له هنا هارد. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس التالت والربع. واللي بيبدأ معي بسؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة. طيب زي ما قلت لك اهم حاجة انك انت تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي نقرأ قطعة ونترجمها علشان نبدأ نحل عليها. القطعة بتاعتنا شباب بتتكلم عن اللي هم المراهقين. بيقول ان هم. المراهقين يعني بيحتاجوا اشياء كتير علشان يبقوا سعداء. اول حاجة يجب عليهم ان هم طبعا يأخذوا راحة يرتاحوا يعني زي يعني بيقول ان هم غالبا ما بيناموش كفاية. ولكن this is a time in your life when you need a lot of sleep. بيقول بقى ولكن هذه الفترة الوقت ده اللي هو وقت المراهقة. طبعا انت بتحتاج فيه انك تنام كتير. young people الشباب who sleep eight to ten hours. الشباب يعني لازم انه ينام من 8 الى 10 ساعات. at night في الليل. are much happier. عشان يكون اكثر سعادة. طيب كمل كده. بيقول لي teenagers اللي هم المراهقين should be friendly. طبعا يجب ان هم يكونوا ودودين. it's good to be alone sometimes. يعني من الجايد برضو ان هم يكونوا بمفردهم احيانا. يعود الوحدهم. what? ولكن people need each other. يعني ممكن يعود الوحدهم ولكن بقى الناس بيحتاجوا ان هم يكونوا مع بعضهم. spend time. ممكن يقضوا الوقت with your family. مع العائلة. and also try to make new friends. وكمان يقدروا ان هم يجربوا او يحاولوا يعملوا صداقات جديدة. because بسبب this makes teenagers happy. الموضوع ده بيخلي المراهقين ان هم يكونوا سعداء. وبيقول teenagers need to go outside. بيحتاجوا طبعا ان هم يخرجوا. people الناس need nature. بتحتاج الطبيعة to be happy عشان تبقى سعيدة. وبيديني امثلة بقى بيقول لي go to the desert or the river. ممكن تروح الصحراء او تروح النهر يعني. وبيكمل بيقول. if you live in the city. طيب لو انت عايش في المدينة بقى. طيب لو انت عايش في المدينة بيقول لك بقى go to the park. يعني تقدر تروح لايه? البارك اللي هو الحديقة. they should help other people. يجب ان هم يساعدوا بعضهم. when you do something kind for someone else. طبعا بيقول لما انت بتعمل اشياء طيبة مع الاخرين. this makes ده بيجعلهم makes you feel happy. ده بيخليهم طبعا مبسوطين وسعداء. طيب بعد كده بيقول try it حاول انك تعمل كده يعني. وبيقول لك you feel really good teenagers should be grateful. طيب هنا بيقول يعني انه طبعا يشعر به الامتناني. يجب انه يكون شاكر ويشعر بالامتنان. one of the best way. وان افضل طريقة. to be happy. ان هو يكون سعيد. to remember. ركز بقى. the good things. انه طبعا يتذكر الاشياء الجيدة. in your life. في حياته. and feel pleased about them. يعني افضل طريقة انك تكون سعيد انك تتذكر الاشياء الجيدة في حياتك. وان ده طبعا هيشعرك بالسعادة. طيب بعد ما ورنا القطع شباب وفهمناها بتتكلم عن ايه? هنيجي بعد كده نبدأ نحل اسئلة القطع. بيكون عندي تلات اسئلة مقالين. هنحلوهم من خلال القطع برضو. نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا. what is the main idea of the text? خلي بالك. what's the main idea? يعني الفكرة الرئيسية للنص. هنا بقى لازم ترجع للقطع. اول سطر يا شباب. القطع كلها بتتكلم عن المراهقين. بصوا كده اول سطر بيقول ان هما بيحتاجوا اشياء كتير ان هو ان هما طبعا يبقوا سعادة. وبقية القطع بيحكيلي عن الاشياء دي. فده عنوان مناسب نقدر نكتبه. ايبا رقم واحد اللي هي هنا هنكتب فيها. المراهقين بيحتاجوا اشياء كتير اللي كانوا يكونوا سعادة. ايبا دي رقم واحد اللي هي في السطر الاولان. رقم اثنين بيقول لي. what do the underlined words each other? كلمة each other اللي هي معناها بعضهم البعض. طيب هو هنا كان بيتكلم عن مين? ارجع للقطع. الكلمة دي اللي تحتها الخط هو بيقول قبلها but people. ولكن الناس need each other. بيحتاجوا بعضهم. اللي هم مين? اللي هم الناس. يبقى هنا هي بتشير الى people اللي هم الناس. فهنكتب هنا كلمة people اللي هو الناس. يبدي اجابة السؤال التاني. وبعد كده بيقول لي in your opinion what's the best way to be a happy teenager? فرأيك انت بقى اي افضل طريقة? انه طبعا المراهق يبقى سعيد. بص يا سي دي انت تقدر تكتب رأي مستقل انك تقول مثلا to do what I like. اننا نعمل اللي نعايز او تقول to spend my طبعا free time in a useful way. تمام? وعندك اجابة في القطعة هنا من اول يا شباب. one of the best ways to be happy is to remember the good things. لغاية هنا. دي كده اجابة سؤال رقم تلاتة. بيقول يعني هو بيقول ان احد بص من اول هنا كده تاني ان احد افضل الطرق زي ما هو قال في القطعة هنكتبها له. واحدة من افضل الطرق طبعا ان هو يكون سعيد. ايه هي يا بقى شباب ان هو تذكر ال good things. الاشياء الطيبة اللي بتحصل في حياته. يبقى السطر ده كله كده لحد الاخر. هنكتبه فيه النقطة رقم تلاتة عادي جدا ما فيش اي مشكلة. او تقول زي ما قلنا. اه طبعا to do what I like. ان انا افعل ما اريد. ده شيء ممكن يجعله سعيد. يبقى رقم تلاتة. اجابتها اخر سطر في القطعة. طيب بعد كده عندنا سؤال اختياري على القطعة ورده. السؤال الاول. بيقول هنا people should sleep not hours a night. الناس يجب ان هما يناموا كم ساعة في الليل. طبعا قال لي eight يعني تمن ساعات. اللي بعده someone who lives in the city can go to a not to enjoy the nature. طيب بيقول بقى الناس اللي بتعيش في المدينة طبعا يقدروا يروحوا فين عشان يستمتعوا بالطبيعة. كان بيقول ان هما يروحوا البارك اللي هي الحديقة. فقوله هنا go to a park طبعا. السؤال بعده. بيقول هنا grateful person is the one who not people. حلنا قبل كده. الشخص الممتن الشاكر ده هو طبعا اللي بيشكر الناس. قلنا قبل كده thanks. طيب نيجي بعد كده على سؤال اختياري. ده وره القطع بقى اركز كده علشان نبدأ نحل عشر نقاط مهمين جدا. السؤال الاول بيقول هنا I am not teenager but I often feel worried about things. طيب عايز اقول انا بكون. عايز اقول مراهق طبيعي. لاني ولكن انا طبعا اشعر ببعض القلق. ده شيء طبيعي جدا. فانت عايز تقول هنا normal. السؤال اللي بعده. بيقول لي everyday كل يوم I not text from my friend. طيب هنا طبعا I طبعا دينا حاجة اسمها get texts. يبقى كل يوم طبعا get texts. بحصل على رسائلة. there are sharp rocks you have to be not. طيب يوجد صخور حد. يجب بقى عليك انك تكون ايه? خلي بالك بيعي زورها صفة. يبقى له careful. حذر. السؤال اللي بعده I often not a better time on holidays. طيب بيقول انا غالبا خلي بالك هنا كلمة time on holiday بيقاب لها have. يبقى له have. والسؤال الاخير بيقول له هنا we all work and relax not different times. طيب بيقول كلنا بنعمل and relax ايه طبعا عايز اقول add different times. في اوقات ايه مختلفة. هي بقول له هنا add. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا you should be not for the good things in your life and continue to work hard. طيب يجب ان تكون خلي بالك عايز يقول تكون شاكر او ممتن للاشياء الجيدة في حياتك. وطبعا تستمر في العمل ارجات. طيب كلمة ممتن او كلمة شاكر. قلنا ديها شباب اسمها grateful. يبقى له هنا grateful. السؤال اللي بعده. بيقول لي that wizard was bad. الطقس سيء. but ولكن they not to play the match. طيب الطقس كان سيء جدا. ولكن هما استمروا في لعب المباراة. كانت استمرها اللي هي continued. يبقى له continue. اسمها اللي بعده. walk not or you may miss the bus. طيب بيقول له يعني امشي. عايز يقول بسرعة وإلا هيفوتنا. طيب خلي بالك بقى كلمة بسرعة. انا عايز هنا حال. يا اما quickly يا اما fast. الحال من fast اللي هو fast. اللي عندي موجودة fast. واللي بعده. he is a not driver. he drives carelessly. طيب خلي بالك. عايز يقول ان هو بيكون سائق. طبعا عايز هنا الصفة. الصفة يبقى لصائق مهمل. ليه مهمل? لان هو بيسوق باهمال. يبقى له careless اللي هي الصفة. مستر عمر speaks english نقط. he helps his pupils do better. مستر عمر بيتكلم انجليزي. طبعا انا هنا بوصف الكلام بتاعه. فقول هنا طبعا well بشكل جيد. احنا اتفقنا لما يكون في فعل بصفه بالحال. الحال عندي اللي هو well. طبعا الحال من good. بعد كده سؤال correct. السؤال الاول. بيقول the cat is setting in the sun نقط. طيب خلي بالك برضو. احنا اتفقنا لما بيكون عندي فعل اللي هو is setting. تجلس. يبقى بيكسل. الحال بقى من lazy. اللي هي lazily. بشيل ال y وحط مكانها i وبكمل بال l y. بقول lazily بيكسل يعني. she can answer all the question نقط. نفس السؤال بالضبط بدل ما قول easy هقول easily. يعني بسهولة برضو هشيل ال y وحط مكانها i l y. ده الحال يعني. اللي بعده بيقول لي هنا they look at the broken وبيكمل. خلي بالك بقى. كلمة look at ده فعل. الفعل لما يجب اوصفه بوصفه بالحال. الحال من ساد اللي هو sadly. عايز يقول لي ينظر بحزن. يبقى sadly. اللي بعده زمان accepted the offer not. وجيب لكلمة immediate. طيب عايز الحال منها بحط لها في الاخر اللي وي عادي جدا. وقوله طبعا immediately. يبقى هنا الحال منها. طيب نستخدم الحال لما بيكون عندنا فاعل في الجملة. لان الحال بيصف الفعل. واخر حاجة شبابه هو بيكون عندنا سؤال paragraph. زي ما قلنا السؤال ده. موجود عندي في نهاية الكتاب. ولكن ان شاء الله في مذكرة بتتعمل قريب جدا وهتنزلك على القناة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا الدرس الخامس والسادس. السؤال الاول بيقول هنا. when he talk the medicine. وبعد كده بيقول هي نقط بيتر. خلي بقى لك. عايز اقول لك. لما هو اخد الدواء هو بدأ يتحسن. طيب كلمة يتحسن اللي هي get better. الماضي من get اللي هي got. فهنا اقول له got. السؤال اللي بعده. بيقول لي the waiter الجرسون. not food for people to eat. الجرسون عايز يقول ان هو بيجهز الطعام للناس. طيب يعد الطعام كلمة يجهز او يعد اللي هي prepares. بعد كده بيقول لي هنا. not teaches people how to play or improve a sport. طيب مين بقى اللي بيعلم الناس ازاي يلعبوا ويحسنوا من الرياضة. كلمة sport اللي هي الرياضة. المختص بالرياضة ده هو sports coach. اللي هو المدرب الرياضي. السؤال اللي بعده. it's easy to نقط. what life in roman times was like here. بيقول يعني من السهل ان ايزول تتخيل الحياة في العصور الرومانية. طيب كلمة يتخيل اللي هي imagine. السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا. I am so happy to see you after these long years. I really. نقطي. طيب هنا بيقول انا سعيد جدا. وبعد كده شباب عايز يقول انا حقا افتقدتك. سعيد لرؤيتك. يبنا كنت ايه? مفتقدك. يفتقد اللي هي miss you. I really miss you. ده تعبير كده بتحفظه. السؤال اللي بعده. بيقول هنا. your father is late. don't know what he will come soon. طيب بيقول ان باباك متأخر. عايز اقول بقى لا طبعا لا تقلق. هو هيجي. قريب يعني. طيب لا تقلق دي اسمها don't worry. بعد كده. what a نقط. I didn't pass my exams. طيب عايز يقول يا للأسف ده تعبير برضو. اللي هو what a pity. انا ما نجحتش في الامتحانات. يبقى لما حب اقولي يا للأسف بقول what a pity. السؤال اللي بعده. the exam was really not most students were crying. الامتحان كان ايه? كل الطلاب كانوا بيعيطوا بيبكوا. طالما كله كان بيعيطوا بقى الامتحان صعب. كلمة صعبة بقى اللي هي difficult. بقوله هنا كان difficult. بعد كده نكمل مع بعض. بيقول لي هنا. my parents الوالدين say I can't go not the school trip to a man. طيب خلي بقى لك احنا عندنا مصطلح كده اسمه on the school trip او on trip. اللي هي في رحلة مدرسية. يبقى له on. السؤال اللي بعده. not I am so happy for you. طيب واحد بيقول له انا مبسوط جدا. سعيد جدا لك. يبقى هناك كيد بيقول له مبروك. تهانينا. اللي هي congratulations. يعني كانوا نجح في الامتحان. فاقول له congratulations اللي هي معناها مبروك. the teacher helped me not my mass exam. المدرس سعدني. طيب خلي بقى لك بقى ان انا انجح في امتحان الرياضة. كلمة succeed تنفع وكلمة pass تنفع. ولكن succeed لازم يجي وراء حرف garr. وهنا ما تنفعش. يبقى succeed معناها ينجح. ولكن بتعوز حرف garr. مفيش حرف garr هنا. يبقى اختار كمية pass. السؤال اللي بعده. I think real madrid is the best in the world. انا اعتقد ان فريق real madrid عايز يقولي طبعا ان هو افضل فريق. طبعا ده فريق رياضي. طيب كمية فريق بقى اللي هي team. يبقى له team. اللي بعده بيقول لي هنا we always go to our football not to keep fit. طيب يقولي احنا دايما بنذهب الى ايه بقى علشان نبقى بصحة جيدة. طالما قال نذهب الى يبقى الى التدريب او تمرين كرة القدم. التمرين نفسه اللي هو practice. اما practice دي معناها تمرن. هنختار هنا رقم بيه. الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ امرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال المحادسة. طبعا زي ما تعودنا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك بقى السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عنها. طيب بيقول هنا ليلة يعني بيقول ان هي سعيدة. هنا بيقول ان هي سعيدة بسبب يعني انها نجحت في امتحان القيادة. طيب خلينا نشوف كده. رندا صاحبتها بتكلمها وبتقول لها يعني تبدو سعيدة بنعليك المبسوط. يعني ايه الموضوع? ايه المشكلة? ايه يعني مبسوطة ليه كده? فخلي بالك هنا احنا عرفنا من السطر الفوق ان هي نجحت في امتحان القيادة. يبقى نقول ايه هاف باست ماي درايفينج تست. عرفنا من ايه رجالة من السطر الفوق عشان كده قلتلك ان السطر ده مهم جدا. هي مبسوطة علشان نجحت في امتحان القيادة. بتسألها في ايه يعني? فقلت لها اي. طبعا هاف. هي بقى تاخد هاف. وبعدين تقول باست ماي درايفينج تست. يعني انا نجحت في اختبار القيادة بتاعي. طيب بعد كده رندا بتقول لها حسنا هاف يو جوت اكار? هل انت عندك عربية? طيب انا ما عرفش لازم بقى تكمل علشان تعرف. هيدا لما اجي جاوب اقول ياس وعكس بقى زي ما احنا تعودنا. يبقى هنا هتقول ياس. واعمل كومة واليو بتتحول الى اي. وهاف هتنسى زي ما هي. فتقول لها ياس اي هاف. يبقى دي رقم اتنين. طيب بعد كده هات لها ان خالي اشتراع عربية جديدة. فارندا طبعا هترد عليها وفي علامة تعجب. يبقى اكيد هنا شباب هتقول لها يعني ان دي يعني اخبار كويس. طيب. يبقى ممكن تقول لها او يا لها من اخبار طيب. يبقى طبعا اللي هي طبعا خالها اشتراها عربية فده خبر كويس. يبقى بعد كده هتلاها لو حابة تيجي معايا يعني فاتلاها وسألتها سؤال. طيب عشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة. اتلاف الاجابة يعني احنا نقدر نروح الحديقة. فبتقول لها يعني ممكن نروح فين. نفس الاجابة السؤال هتسأل طالما عندي مكان. وبدأ نستخدم فعل مساعد. وبعد كده الفاعل اللي هو عليهم هما الاتنين يعني وبعدين تقول يبقى يعني اين نذهب. قيت لها في الاخر سؤال كانت الاجابة خلي بالك احنا هنتقابل الساعة ثلاثة ده وقت. طالما وقت بقى لما جه اسأل اسأل اللي هي معناها متى? يبقى تقول لها هنا وين. الفاعل المساعد موجود عندي في الاجابة اللي هو ويل فتقول لها وين ويل وي ميت يعني متى? نتقابل. يبقى وين ويل وي ميت. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الخامس والسادس. واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوك سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة ان كده تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? بيقول هنا باسم عسكس وفاء. طيب هنا بقى باسم بيسأل وفاء عن امتحانتها. خلينا نشوف كده. باسم بيتكلم مع وفاء وبيقول لها هل هو وفاء? بيحيييها وبقول لها كيف حالك? خلي بالك زي زي يعني بيسأل عن اخبارها. فهنا بممكن ترد وتقول له يبقى لما حد يسألك ويقول لك تقول له وممكن كمان تعمل كما كده وتقول له يعني بتقول له انا بخير شكرا وبعد كده سألته نفس السؤال اللي هو دي معناها وانت بقى اخبارك ايه انت كمان وانت كمان يعني. ألا حاجة وبعد كده قال يعني انا نجحت في امتحاناتي يبقى اكيد هو هنا مبسوط جدا فممكن يقول لها مثلا يعني بيقول لها انا بقى سعيد جدا وبعدين قال لها انا نجحت في الامتحانات ولو قلت برضو صح. بعد كده وفاء اكيد هترد على الكلام ده وتقول له مبروك يعني واحد بيقول لها انا سعيد جدا انا نجحت في امتحاناتي فأكيد هتهني وتقول له اللي هي معناها مبروك او تهانينة. وطبعا بيجي وراه عنهم التعجب اللي انت شايفة دي. يبقى رقم تلاتة هنقول فيها اللي هي معناها مبروك. طيب باسم قال لها شكرا وسألها سؤال. علشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة. الاجابة قلت له انا بقى انا نجحت برضو ولكن بدرجة ايه ضعيفة. طيب يبقى هنا هو بيسألها نفس السؤال اللي هي سألته لها اللي هو يقول لها يعني ماذا عنك هو طبعا اللي انا نجحت في المتحانات فقلت له مبروك. فهو طبعا بيقول لها انت بقى عملت ايه? فقلت له انجحته ولكن بدرجات منخفضة يعني. طيب باسم قال لها انا اسف ان انا بسمع كده. وسألها سؤال كانت اجابته اه بيقول لها لازم تذكر بجد السنة اللي جاية فاكيد هي بتطلب منه النصيحة. بتسأله بتقول له يعني ماذا يجب ان افعل? عرفنا منين? لانه لانه في الاجابة بيقول لها يبقى هي بتقول له اللي لازم اعمله يعني. فقلت زكري بجد. بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا السؤال التاني. طبعا ده سؤال اختياري. نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول له هنا. طيب بيقول يعني احنا ارسلنا لها بطاقة عايز يقول بتحية عيد الميلاد. طيب كلمة تحية بقى اللي هي يبقى يقول له هنا طبعا كلمة السؤال اللي بعده. طيب هنا بيقول يعني انت مش هتقدر تحضر حفلة عيد الميلاد. يبقى كده عايز يقول لا يا للأسف او يا للشفقة. يبقى يبقى يقول له طبعا ده تعبير اسمه يبقى تقول له هنا السؤال اللي بعده بيقول. طيب برضو احنا عايز اقول هنناها بحفل زفافها. ده هنا اللي هي ده الفعل بقى. هنناها هنا. اللي بعده نقط دون ياسر. طيب عايز اقول احسنت يا ياسر. طبعا دي اسمها well done. ده مصطلح على بعض كده يبقى يقول له هنا well. احسنت يعني انت فزت بي الجائزة. طيب عندنا حاجة اسمها on the school trip. ده مصطلح يعني الرحلة الى اسوان. يبقى هنا اقول له trip. انت تقدر تطلع الرحلة الى اسوان. اي نقط. a room with my sister. there are two bits. يوجد سررين. انا اقدر اتشارك الغرفة مع اختي. يتشارك اسمها share. يبقى اقول هنا share. اللي بعده? I have some good not. my sister has a new baby girl. طيب انا عندي بعض الاخبار الجيدة. عايز يقول كده اختي يعني يبقى عندها baby. طيب اخبار جيدة. كلمة اخبار اللي هي news. يبقى هنا اقول له good news. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. that bird is flying نقط. طيب خلي بالك. عايز يقول الطائر بيطير ايه? طالما عندي فعل اللي بيصف الفعل هو الظرف او الحال. طيب بصف الاختيارات كده كل دي صفات. مفيش عندي اللي حال واحد اللي هو fast. ده من الاحوال غير منتظمة. fast حال. ايه اللي بعده? بسرعة يعني. he not with his parents at the moment. طيلك قبل كده لما تلاقي كلمة بتدل على المضارع المستمر. يبقى تختار is زاد الفعل مضاف له ing او r. طيب كلمة زاد في هذه اللحظة يبقى له is staying. يبقى هي is staying. السؤال اللي بعده. بيقول I not to an art class once a week. طيب برضو خلي بالك كلمة once a week دي بتدل على المضارع البسيط. مرة واحدة في الاسبوع. طيب مضارع بسيط الفعل I. بقى الفعل يجي في المصدر اللي هو go. بعد كده. سؤال سؤال الاول بيقول هنا you want to find mona at home right now. وبعد كده بيقول she not in the library. طيب خلي بالك بيقول يعني انت لات مش هتلاقي يعني mona في المنزل right now يعني الان دلوقتي يعني. يبقى ده مضارع مستمر. مضارع مستمر. بص على الفعل. شي هنا مفرد. طلاب مفرد. يبقى عايز is زاد الفعل ما ضف له ing. يبقى is studying. هي دلوقتي بتذكر في المكتبة. يبقى is. والفعل study بحط له في الاخر ing. يبقى is studying. ده مضارع مستمر. اللي بعده. سالي is singing not in the kitchen. طيب عايز يقول لني سالي بتغني. طيب بتغني ايه بقى? بسعادة. طيب لما ده فعلي بعايز ظرفة او حال. ظرفة او حال هحط للكلمة هنا اللي why في الاخر. عشان تبقى happily. واللي why طبعا بتتحول الى i. هتقول لي happily اللي هي i اللي why في اخرة. اللي بعده as your father not the plants. طيب كلمة water هنا معناها يروي. والزمن هنا مضارع مستمر. ده سؤال والسؤال بدء بهال اللي هي is. is بيجعرها الفعل مضاف له ing. قلنا water هنا فعل بمعنى is a او يروي. يبقى له watering. السؤال اللي بعده. بيقول هنا. he passed his exam because he answered not. يعني هو نجح في امتحانه بسبب ان هو جاوب. طبعا ده فعل يبقى له بشكل جيد. الظرف من good اللي هي will. يبقى هو جاوب ايه? بشكل جيد. يعني عايز هنا الحال او الظرف. وبعد كده بيكون في عندنا سؤال. زي ما قلنا السؤال ده هنعمل مذكرة. وهتنزل قريب جدا على القناة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا امتحان على الوحدة التانية بالكامل. امتحان بيبدأ معي بسؤال مهم جدا وهو سؤال listen. سؤال نص الاستماع. السؤال ده زي ما تعودنا هو عبارة عن نص صغير. النص ده تسمعه مني دلوقتي. ومن خلال اللي انت سمعته هتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب هبدأ اقول لك النص عشان نبدأ نختار الاجابات. النص بيقول my name is عمر. انا اسمي عمر. I have a very kind neighbor. He is called Mr. Osman. He is a teacher of English at a primary school. وبعد كده بيقول so he helped me pass my exams. He used his old box to help me and his students. هو بيستخدم الكتب القديمة علشان يساعدني ويساعد الطلاب الاخرين. نبدأ كده بعد يسمعنا النص السؤال الاول. بيقول Mr. Osman is my not. طيب هو كان بيقول فيه النص ان Mr. Osman ده كان جاره. كلمة جار بقى اللي هي neighbor. يبقى اقول له is my neighbor. دي اول اجابة. السؤال التاني. Mr. Osman helped me pass my not exam. هو كان بيساعدني وكان بيقول يعني انه بيساعدني ان انا انجح فيه. طبعا امتحاني يا شباب كان بيقول هو مدرس انجليزي يبقى الانجليش. السؤال اللي بعده. Mr. Osman was teaching at an what school. طيب هو كان مدرس في مدرسة ايه طبعا ابتدائية. ابتدائي بقى اللي هي primary. السؤال اللي بعده. بيقول he used his old not to help his students. طيب هو استخدم ايه يعني علشان يساعدنا? طبعا يساعد طلابه بيقى الكتب القديمة كان بيقول كده اللي سكول بوكس. بعد كده بنكمل مع بعض بيكون في عندنا السؤال التاني. السؤال التاني طبعا هو بيكون سؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة. اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وزي ما قلت لك السطر اللي فوق ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عنيه. بيقول هنا سامي is asking علي about what he is interested in. سامي بيسأل علي عن يعني هو مهتم بايه? الاشياء اللي هو مهتم بيها. طيب سامي بيكلم عليه وبيقول له hello what are you doing? بيقول له يعني what are you doing? ماذا تفعل? بتعمل ايه يعني دلوقتي? قال له hi سامي. وقال له بيعمل ايه? لازم اكمل عشان اعرف. قال له do you like watching movies? هل انت بتحب مشاهدة الافلام? يبقى هو بسمع فيلم. يبقى انت بتعرف الاجابة من خلال المحادسة. يبقى علي بقى هيجاوب. وهيقول I am watching. خلي بالك اهم حاجة الاجابة في نفس زمن السؤال. السؤال كان what are you doing? عارو فانا مضاف لأين جيل. لما يجاوب I. الار بتتحول الى am. فاقول I am watching. وطبعا اقول له I am watching. او اقول له آآ 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 موفي يعني او آآ يعني بسمع فيلمك دي. قال له هل انت بتحب مشاهدة الافلام? علي هنا رد عليه. طبعا هجاوب I am by yes, I am by no. طبعا هيقول له ايوة. فهيقول له طالما بيسمع الفيلم. فهيقول له yes. كما وزي ما تعلمنا اليوب بتتحول الى I في الاجابة. ودو هتلانت زي ما هي. فهيقول له yes I do. سامي سأل سؤال كانت الاجابة I enjoy watching movies in the. آآ طبعا سينما. انا بس تمتع مشاهدة الافلام في السينما. يبقى بسأل عن المكان بقى. طيب لما جسأ على المكان باستخدم يا شباب ادسة فهم اسمها where. اللي هي معناها اين? فهنا سامي يقول له where. وبعدين هيقول له do. فعل مساعد. you enjoy enjoy هنا فعل في المصدر watching them. بيقول يعني اين انت بتستمتع بمشاهدة الافلام. يبقى قول where do you enjoy طبعا watching them. عايدة هنا على الافلام. فقال له في السينما. طيب سامي بعد كده هيسأل سؤال. علشان نعرف السؤال ده لازم اقرأ الاجابة. اه الفيلم ده بقى عن تاريخ مصر. طيب يبقى بسأل الفيلم ده عن ايه? طيب هنا هقول له what is بسأل عن ايه? عن الفيلم. اقول له this movie about. يبقى بيقول له what فعل مساعد عندي is. واقول له this movie او ممكن اقول له it. هو عيد على الفيلم يعني. ويقول له بعد كده about يعني عن ايه يعني what is this movie about. الفيلم ده عن ايه? فقال له عن تاريخ مصر. بعد كده سامي قال له can I go with you to the cinema next time? هلأ ادرجي معك السينما المرة اللي جاية? فاخير في الاخر طبعا هقول له yes of course. او يقول له طبعا yes sure. او يقول له yes you can. كل دي اجابات صح. خلنا نقول yes sure. بالتأكيد تقدر. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ مع بسؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة. طيب اهم حاجة انك انت تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هبدأ اقرأ القطعة وترجمها لك ونبدأ نحل الاسئلة على القطعة. طيب القطعة بتاعتنا شباب بتقول هنا it's normal يعني شيء طبيعي to get worried or to feel sad sometimes. طبيعي يعني انك انت تقلق او تشعر بالحزن احيانا ده شيء طبيعي. قطعة مرضو بتكلم عن المراهقين زي اللي قبلها. but ولكن what helps teenagers to feel happy. ولكن بقى ايه اللي بيساعد المراهقين انه هما يشعروا بالسعادة. يكونوا سعادة يعني. we found five things that can help. احنا لقينا ان في خمس حاجات مهمة تقدر تساعدهم انه هما يكونوا سعادة. اعلا نشوفهم كده. اول حاجة بيقول teenagers often don't sleep enough. بيقول يعني المراهقين غالبا ما بينهم مش كفاية يعني. but ولكن this is a time in your life. الوقت ده في حياتك. when you need a lot of sleep. الوقت ده من الحياة يعني بيحتاج انك انت تنام كتير. وبيقول young people who sleep from eight to ten hours a night. بيقول ان الشباب يعني يجب ان هما يناموا من ثمن الى عشر ساعات في الليلة. ان ده طبعا يخليهم much happier. اكثر ساعات. it's good to be alone sometimes. برضو من الجايد انك تبقى لوحدك احيانا. but ولكن people need people. الناس طبعا بتحتاج بعضهم. spend time with your family and also try to make new friends. يعني بيقول بقى اه طبعا قضاء وقت مع العائلة. وكمان انك تجرب او تحاول ان انت يبقى عندك صدقات جديدة. because this makes teenagers happy. انك تقعد مع العائلة وتكون صدقات ده هيخليك ايه? happy سعيد يعني. بعد كده بيقول people need nature to be happy. كمان الطبيعة بتخليك سعيد. وبيديك نصايح بيقول لك go to the desert. ممكن تذهب الى الصحراء. او النهر. or if you live in the city. لو انت بقى من المدينة. go to a park. ممكن بقى لو انت في المدينة انك تروح البارك اللي هي طبعا الحديقة. وبيقول لي when you do something kind for someone else. لما تعمل بقى حاجة طيبة لشخص اخر. this makes you feel happy. ده بيشعره بالسعادة. او بيشعرك انت كمان بالسعادة. try it. you will feel really good. طيب بيقول لك يعني جرب ده طبعا ده احساس جيد. طيب بعد ما قررنا القطعة وفلناها بيبدأ يديني ثلاث اسئلة مقالين. هنحلوهم برضو من خلال القطع. وتلاثة اختياري. السؤال الاول. يعطي عنوى المناسب للقطعة. قطعة عطيتنا شباب كلها بتتكلم على المراهقين. وبرضو قدر اقول قطعة بتتكلم على كده. يعني ايه اللي بيجعل المراهقين سعداء. زي ما قلتلك السؤال ده تحديدا انت بتضمن به درجة. ليه? لان انت لو كتبت اي حاجة وعادة في السطر الاول او التاني بتلاقي الاجابة. لو كتبت اي حاجة لاي علاقة بالموضوع هتاخد على درجة. يعني لو كتبت مثلا كلمة المراهقين بس ده عنوان مناسب برضو للقطعة. طيب كتبت مثلا what makes teenagers happy. اللي بيجعل المراهقين سعداء. اللي بعتوا بيقول هنا how many hours should young people sleep a night? كم عدد الساعات اللي يجب ان الشباب يناموها في الليل. طيب هو كان بيقول لي كم يا شباب كان بيقول لي from eight to ten hours. يعني بيقول من تمن الى عشر ساعات في الليلة. يبقى انت بتكتب هنا from eight to ten hours. يعني من تمانية الى عشر ساعات. لو رجعت للقطعة برضو زي ما قلت لك الاجابات دي كلها لازم تكون موجودة في القطعة. هو بيقول هنا يا شباب من اول يعني بيقول لك من تمن لعشر ساعات الشباب يناموهم ده بيخلوهم اكثر سعادة. طيب بعد كده بيقول هنا what do you think makes teenagers happy? طيب في رأيك بقى? ايه اللي بيجعل? طبعا المراهقين سعداء. في اكتر من حاجة هو الهالي طبعا. انتقدر تكتب اي حاجة. خلينا نقول مسلا انا اعتقد طبعا قضاء وقت مع العائلة والاصدقاء. ولو كتبت اي حاجة تانية من اللي هو كتبها لك في القطعة برضو صح. خلينا نقول تاني قضاء الوقت وبعدين اقول له ده بيخلي المراهق انه يسعيد انه يقعد مع عائلته واصدقائه يعني. طيب بعد ما حلنا القطعة بيكون عندنا تأس الاختياري برضو لسه في القطعة. زي الضمير ات اللي موجود في القطعة ده. بيقول لك كان بيشير الى مين? طيب الضمير ات هنا شباب كان بيشير الى انك انت تعمل افعال طيبة. يبقى اقول له تو بي كايند. بص ارجع للقطعة كده. الضمير ات هنا بيقول طبعا آآ يو دو سامثين كايند. يبقى هنا بيقول لك تو بي كايند. السؤال اللي بعده. بيقول why do people need nature? ليه الناس بتحتاج الطبيعة? طيب هو كان بيقول تو بي هابي. مش هو كان بيقول دي نصيحة المراقبة عشان يبقى سعادة. يبقى اقول له هنا تو بي هابي. واخر سؤال بيقول هنا كلمة ساد اللي هي معناها حزين. الكلمة دي بتعني ايه? طبعا حزين بتساوي انهابي غير سعيد. يبقى اقول له انهابي. طيب بعد كده كمل مع بعض بيكون عندنا سؤال اختياري. نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول لي هنا. my little brother is نقط اخيه الصغير. بيكون ايه? he always wants to stay at home and watch تيفي. طيب هو دايما بحب انه يعد في البيت وتفرج على التلفزيون. يعد في البيت وتفرج على التلفزيون. يبقى اخيه ده كاسول. كلمة كاسول اللي هي ليزي. السؤال اللي بعده. بيقول هنا. he is looking forward to نقط هات كافي. طيب خلي بالك اصلا look forward to be. دي احنا عرفناها. هوا بيتطلع الى عزول شرب يعني قهوة ساخنة. يبقى له drinking. وبعد كده بيقول my mother is fantastic نقط. طبعا هنا الحاجة الوحيدة اللي تنفى عندنا اقول مسلا طاهية رائعة. طباقة رائعة. كلمة طباق او طاهي اللي هي cook. واللي بعده بيقول هنا a or an is a boy or girl aged thirteen طبعا تونينتيني. اللي عنده من 13-19 سنة. والنا ده عمر المراهقة. بيتكلم هنا عن المراهق اللي هو اسمه تينيجر. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. وبعد كده بيقول خلي بالك اللي معناه الشيء العادي اللي هو غير مختلف. طبعا ده شيء عادي او طبيعي اللي هي نورمال. السؤال اللي بعده بيقول هنا. طيب هنا يعني عايز يقول ان هو ما نجحش فيه الامتحانات. يا للأسف او يا للشفقة. طبعا ده تعبير يا شباب اسمه. السؤال اللي بعده بيقول لي نقط طيب الكتابة الجميلة باستخدام طبعا اقلام خاصة وفرش. قلنا الفن ده اسمه فن خط اليد اللي هو كولوجرافي. السؤال اللي بعده. بيقول هاو افن دو يو نقط دينار. طيب كام عدد المرات كلمة دو او داس بيجو عليها الفعل في المصدر. ايه الكلام ده احنا شاء الله حنافة الوحدة الاولى. المصدر اللي هو بدون اضافات فتقول لي اللي بتجاز فيها العشا. بعد كده بيقول هاو سائق سيء سواء سيء يعني. يبقى بسوق ايه? طالما هو سيء يبقى بسوق بطبعا خطورة. طبعا ازا عايزة هنا حال او ظرف تقول لي. خرق اللي. السؤال اللي بعده. طيب برضو هنا خلي بالك كلمة دي بتدل على المضارع البسيط. طبعا مضارع بسيط بقى ركز كده في الفاعل. الفاعل عنده هنا اللي هو اي. قلنا اي وي يوزي. الفاعل بيجي فين في المصدر. يبقى سبند. بعد كده بيكون عندنا سؤال. السؤال الاول. بيقول نقاط واركينج. طيب بركز كده. التلفزيون بتاعنا عايز يقول لا يعمل. كلمة ده فعل. جاي هنا اخره اي ان جي. طبعا ما الفعل اخره اي ان جي ما ينفعش دازن. دازن تك هتعايز وراء فعل في المصدر. فالصحة هنا بقى انك تقول لي لان التلفزيون مفرد. فهتقول لي لا يعمل. اللي بعده نقاط نفس السؤال الاولان بالزبط. برضو اخرها اي ان جي. زي ما قلت لك ده مضارع بسيط. شوف الفاعل بقى. طبع انه مضارع مستمر. الفعل يو هنا جمع. فتستخدم طبعا ده سؤال. بعد كده بيقول طيب من المهم انك تقود عايز يقول بحرص لان الجواب يمطر. طبعا ما عندي فعل في الجملة. يبقى عايز الحال. الحال اللي هو اخره. فالصحة انك تقول لي هنا يعني مهم انك تسوق ايه? طبعا بحرص. اللي بعده بيقول هنا محمد صلاح طيب محمد صلاح بيلعب كورة قدم بشكل جيد. ما يفعش جد. جدي صفة. ما عايز الحال من جد. طبعا لازم تبقى حافظه اللي هو. ده حال غير منتظم. وبعد كده بيكون في عندنا سؤال. السؤال ده يا شباب زي ما قلنا هيكون في مذكرة. المذكرة دي بتجهز دلوقتي وهتنزلكوا قريب جدا على القناة. وهتكون بصيغة وخلي بالك بقى كل اللي عليك انك هتحمل المذكرة. هتلاقي فيها اهم الموضوعات موجودة في المنج. وزي تحل السؤال ده بكل سهولة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيبدأ يمرني هنا على الجزء الخاص باختبارات شهر اكتوبر. وده طبعا بيكون على يونت وان ويونت تو مع بعض. الوحدة الاولة والتانية مع بعض. نبدأ مع بعض النموذج الاول بيبدأ معها بسؤال الده لك سؤال المحادسة. طيب اهم حاجة زي ما قلنا انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا. السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? بيقول هنا بسمة. يعني عايز يقول ان بسمة عاوز تحصل على اكسر معلومات عن الروتين اليومي لسارة. طيب خلينا نشوف كده. بسمة بتتكلم مع سارة وبتقول لها هلو سارة. طيب احنا قلنا ان معناها كيف حالك? يبقى هي هنا هترد التحية الاول وترد عليها وتقول لها هي بتقول لها هاي. وبعد ان نعمل علامة التعجب زي ما اتفقنا ونقول اي ام فاين. وممكن كمان بعد كلمة اي ام فاين ان كلمتها تحط نقطة او كما وتكتب يعني بتقول لها اهلا بيكي. انا بخير شكرا. يبقى دي اول اجابة. طيب بعد كده بسمة سألت سؤال لازم اقرأ الاجابة علشان اعرف السؤال. قالت لها في الاجابة طيب بتقول لها انا دايما بمشي للمدرسة. يبقى بتسأل عن الوسيلة بتروح المدرسة ازاي? قلنا ما بنسأل عن الوسيلة بنسأل بهاو كيف دو فعل مساعد لان الفعل جاي في المصدر اللي هو هوك. فبتقول لي هاو دو يو جو تو سكول. يبقى بتقول ازاي يعني انتي بتروحي الى المدرسة. هيبقى رقم اتنين هسأل هاو دو يو جو تو سكول. قالت لها يعني بروح ماشي. قالت لها واي. واي يعني لماذا? ليه يعني? طبعا ممكن انت هنا تقول سبب ان طبعا المدرسة قريبة. فهتقول بيكوز. طبعا كلمة واي معناها بسبب. لما اجاوب عليها بجاوب بيكوز. لان وتقول بقى اتس او ات از اللي هي المدرسة تكون قريبة من منزلي او المدرسة بيه القرب من المنزل. يبقى رقم تلاتة اجابتها. بيكوز عشان هي قريبة ايه من المنزل. بس ما قالت طيب بتعملي ايه في وقت فراغي? طيب هنا خلي بالك بقى انت تقدر تكتب اي حاجة لان هو هنا مش كتب حاجة محددة. فمسلا ممكن تقول لها اي ريد بوكس انا بقرأ كتب. او تقول اي حاجة تانية هتكون صح. هنا ممكن تقول اي ريد بوكس ان ماي فري تايم. طبعا اليور في السؤال بتتحول في الاجابة الى ماي. يعني بقرأ كتب في وقت الفراغي هتلاها رائع وسألتها سؤال. الاجابة ياس اي دو. اي هاف وان سستر. تقولها ايوة انا عندي اخت واحدة. يبقى اكيد بتسأل هل انت عندك اخوات ولا لأ. الاجابة بياس بها اسأل بهل. هسأل هنا بدو ان موجود عندي في الاجابة. فاقول دو يو هال انت هاف اني سسترز. كنا بتقول لها هل انت عندك يعني اي اخوات بنات فقيت لها ايوة انا عندي اخت ايه واحدة. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال اختياري. نكمل يا شباب سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا وي نقاط mini activities at school. طيب بيسأل عن الانشطة. بيقول ان احنا بنعمل انشطة كتير. خلي بالك كلمة activity بيجي معها دو. يبقى هنا دو. احيانا بتشارك الكتب بتاعتي طبعا مع اصدقائي. كلمة share بيجي معها حرف الجر with. يبقى له هنا with. السؤال اللي بعده بيقول هنا come and sit on this note for people. اربع اشخاص can sit on it. تعال يعني وايجلس على هذه الايه. اربع اشخاص يقدروا يعودوا على الكنبة دي. كنبة او اريكا اللي هي صوفة. السؤال اللي بعده بيقول طيب الكمبيوتر لا يعمل لذلك ربما نحتاج مين بقى يصلحه. احنا قلنا من شوية اللي بيصلح الكمبيوتر هو مهندس الكمبيوتر. ده اسمه computer engineer. يبقى له هنا computer engineer. والسؤال اللي بعده يقول هنا before you go on holiday. you should not sure that the doors are locked. بيقول قبل ما تروح الاجازة قبل ما تخرج يعني. يجب ان انت تتأكد ان الابواب كلها مقفولة. كلمة يتأكد دي اسمها make sure. يبقى تقول هنا make. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول بيقول هنا deaf people اللي هم الناس الصم use not language to communicate with each other. الناس يعني اللي عندها مشكلة في السمع. بيستخدموا لغة الايه علشان يتوصلوا مع الناس. عندنا حاجة اسمها لغة الاشارة. لغة الاشارة اللي هي sign language. يبقى له sign. اللي بعده the girls are playing not in the club. برضو بيقول ان البنات هنا بيقول بتلعب طبعا بسعادة. خلي بالك طالما في فعل محتاج اوصف الفعل بالظرف اللي هو happily. السؤال اللي بعده. بيقول هنا. never not to school late. it's her habit. طيب طالما قال لي ان دي عادة يبقى ده مدرع بسيط. وانا اصلا عندي هنا كلمة never. طب المدرع البسيط بنعمل ايه? بنحدد الفاعل. كلمة فاتن هنا اسمه مفرد. يبقى الفعل يجي اخر اس. فتقول لي arrives. اللي هو الفعل طبعا اخر اس. اللي بعده? where not you father work? طيب خلي بالك برضو. انا عندي الفعل هنا جاي في المصدر يبقى ده مدرع بسيط. مدرع بسيط عايز ده او does. هنا your father مفرد. يبقى تستخدم does. اللي بعده? بيقول لي علي نقط جاكت today because it's hot. جوا حر جدا. يبقى علي خلي بالك اه مش هيلبس الجاكت. انا عايز انفي. طيب كلمة today بتدل على المدرع المستمر. لما اجي انفي مدرع مستمر علي مفرد فاقول isn't wearing. لا يرتدي. السؤال اللي بعد كده هنكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال. السؤال الاول بيقول لي هنا نقط علي لايك بلاينج فوتبول. عايز يقول هل علي بيحب لعب كرة القدم? هنا اسم خلي بالك او عطت لغبط. الفعل هنا لايك الفعل جاي في المصدر. طيب علي مفرد يبقى هسأل بdo ولا does? هسأل بdo. طالما لايك جاي في المصدر يبقى محتاج دو او does. طيب علي مفرد دي بقول does علي لايك. هل علي بيحب لعب كرة القدم? السؤال اللي بعده? بيقول لي هنا افري داي سلمة نقط تو سكول ويز هير برازر. طيب خلي بالك كلمة افري داي دي معناها ان اللي زمن ده مضارع بسيط. كل يوم مضارع بسيط طيب سلمة هنا مفرد. يبقى الفعل اخره اس المضارع البسيط. يبقى سلمة ووكس كل يوم يعني سلمة بتمشي الى مدرسة مع اخوها. واللي بعده بقول لي زي نقط انجلش اتزا مومنت. زي ما قلت لك حط هناك على كلمة اتزا مومنت وفتكر. الكلمة دي معناها في هذه اللحظة بتدل على زمن المضارع المستمر. طيب يا مستر مضارع مستمر اعمل ايه? اول حاجة اروح حدد الفعل. كلمة زي دي جمع. يبقى تستخدم وييجي بعدها الفعل مضاف له. يبقى تقول لي هتكتب عادي وتحط له في الاخر عشان ده مضارع مستمر. لسه قيلة لبعده. بيقول يعني هي دخلت الغرفة بهدوء يبقى هنا دخلت دي فعلي بقى محتاج هنا ظرف او حال اللي هي بقى تبقى دخلت بهدوء علشان الطفل ايه كان ايه? طيب ده سؤال خلي بالك يستر دي معناها ان الفعل ده في الماضي. فعلي المساعد بتاع الماضي اللي هو دات. ايه الوقت يعني? اللي الحفلة هتبدأ فيه. يبقى دات. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء خاص باختبارات الشهر. زي ما قلنا ده على الوحدة الاولى والتانية. بيكون عندنا النموذج التاني. سؤال الاختياري. السؤال الاول بيقول هنا. طيب انا كان عندي ايه? يعني مع عالم مهم. هنا عايز يقول طبعا مقابلة شخصية. طيب مقابلة شخصية دي اسمها انتر فيو. يبقى له هنا انتر فيو. السؤال اللي البعده. انا عندي بقى تليفون جديد لذلك انا اقدر عايز يقول اراسل اصدقائي او اراسل صديقي. وانا كلمة بيجاب لها تاكست. فقول له تاكست ماي فريند. واللي بعده بقول لي هنا. هو عنده حديقة ايه? مليانة ورد وشجر. طبعا دي حديقة جميلة اللي هي كلمة اللي هي معناها جميل او جذاب. والسؤال اللي بعضه. طيب هو بيقول انا شفت ايه جميل يعني على الارضية امام غرفة اختي. خلي بقى لك طبعا ما قالك على الارض يبقى دي سجادة. السجادة بقى اسمها كاربت. فاقول له هنا كاربت. اللي بعده. زير ار فور نوت اونزا صوفا. يوجد اربع ايه على الكنبة. طبعا ان الكنبة بيكون عليها مخدات او اللي هي الوسائد يعني. وسادة اسمها اربع مخدات يعني. اف يو ار تايرد نوات اه رست. لو انت تعبان عايز يقول لك خد راحة. ياخذ راحة. دي اسمها جيت رست يعني احصل على الراحة. يبقى له جيت. او هاف رست طبعا لو موجودة. نوات داي ريم جيتس بعد كده بيقول. طيب طبعا ده يوم نموذجي. يوم تقليدي. ريم بتصحى الصبح. وبتساعد ممتها وبتروح للمدرسة. وبيقول لي بقى اليوم الايه التقليدي بتاعها. نكمل مع بعض. بيقول هنا. طيب الشمس هو هنا عايز ينفي ده مضارع بسيط. مضارع بسيط نعمل ايه? زي ما قلت لك شوف الفعل. الشمس هنا مفرد. يبقى تقول لي الفعل اخره المضارع البسيط. فتبقى. بعده بيقول لي هنا. طيب خلي بالك كلمة هنا معناها يضحك. ده فعل. اخره اي انجي. يبقى عايز هنا از او ار. على حسب الفعل. طيب الفعل عندي اللي هو يو. يبقى هنا استخدم از والا ار. وانه مضارع مستمر. يبقى قول له ار يو لافنج. السؤال البعض. طيب احنا قلنا قبل كده. دور في الجملة على حاجة دولة المضارع المستمر. از اصلا بيجي وراء الفعل بقفله اي انجي. فصح انك تقول لي. السؤال اللي بعده بيكون عندي سؤال اكوريكت. السؤال الاول. بيقول هنا. طيب خلي بالك برضو. وهنا فعل جمع. دي مضارع مستمر. مضارع مستمر بقى تقول لي لان الفعل جمع. وتحط الفعل اي انجي. يبقى ار بلدنج. ار زاد الفعل اخره اي انجي. بعد كده بقول لي عبير نقط. طيب هو جيب لي جو جيب لي اولويز. خلي بالك في غلطتين هنا. الغلطة الاولى ان احنا قلنا ان الظرف التكرار اللي هو اولويز دائما يأتي قبل الفعل الاساسي. دي الغلطة الاولى. الغلطة التانية يا شباب هي اصلا في الفعل الاساسي. عبير هنا مفرد. طبع ما الفعل ده مفرد كان المفروض الفعل جو يكون اخره اي اس. المضارع البسيط. فصح انك تقول لي الاول تزبط الايه الاماكن الكلمات. وبعد الفعل هنا هتحط له اي اس اللي هي بتاعة المضارع البسيطة. بقول لي اللي بعده. بقول هاو نقط داز هي فيزت هز انت. طيب هنا عايز يقول هاو ايه? كم يعني عدد المرات اللي انت بتزور فيها خلتك? او اللي هو بزور فيها خلتك. يبقى له اللي هي كم مرعين? بيجو عراها دو او دس. اللي بعده بيقول لي هنا اف يو واك سو نقط طبعا هيفوتك الاتوبيس. خلي بالك بقى. انا عندي هنا اللي هو الفعل. يعني عايز اقول لك تمشي ببطء. طبعا عندي اه طبعا فعل باجي اصف الفعل بالحال. يبقى له سلولي سلو صفة. بحط لها اللي بتبقى ظرف. تمشي ببطء جدا يعني. بعد كم يقول لي النقط ملك جوت انيو بايك. طب خلي بالك بقى. كلمة داز عايز اقول لها الفعل في المصدر اما جدي. تصريف تاني ما تنفعش. صح ان انا اقول ايه? هاف او هاز. طيب ملك هنا? طبعا مفرد فقول له هاز ملك. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا نموزج التالت والاخير. بيبدأ معي برضو بسؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما قلنا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب هنا بيقول لي عايز يقول ان مامة بتكون مريضة. طيب هنا بتكلم صاحبتها هبة وبتقول لها يعني ماما ما خرجتش يعني. طيب هبة سألتها اكيد بتقول لها ايه السبب يعني? لانها في الاجابة بتقول لها بسبب ان هي مريضة. يبقى تقدر تسأل بقى طالما الاجابة بتسأل اللي هي اللي ماذا? طيب واحدة هيكتب وخلاص بتحسيب له صحة ورده. واحدتاني ممكن يكمل واقول مسلا why didn't she go out اللي جبت نصح. لانة why ممكن تنكتفي بيها بس وممكن نكمل. ليه يعني هي ما جتش او يقول why. ليه هي ما خرجتش يعني. why didn't she go out? قال له بسبب ان هيكت مريضة. طبعا لما حد يقول لك بقى ان في حد عين فطبعا انت هنا بتقول له ايه? بتقول له مثلا I am sorry to hear that او طبعا I am what a pity. اي طبعا تعبير من تعبير الاسف والشفقة اللي انت اتعلمتهم في اليونت. فهنقول مسلا I am sorry to hear that. يعني ما اسف لسماع ايه ذلك. I am sorry to hear that. طيب بعد كده ده دقت لها she had an interview for a new job. ده هي كان عندها ايه? لقاء للوظيفة. what did she do? بتقول لها يعني طب عملت ايه? ايه اللي عملته? تلاقي حاجة نكمل عشان نعرف اتلاقي online from home. بترد بقى الكلام بتقول لها يعني من البيت online. يبقى هي عملت المقابلة ايه? online. يبقى هتقول she did it. it هنا اللي هنكتبها هي عادة على المقابلة الشخصية. يبقى she did it هي عملتها online. وممكن اكمل اقول from home. يعني هي عملتها ايه? online from home من ايه البيت. لانها بترد بعد كده بتقول لها من البيت. وسألتها ايه سؤال. شانعرف السؤال لازم اقرأ الاجاب. الاجاب هي yes she passed it and got the job. بتقول يعني هي نجحت واستلمت الوظيفة كمان. يبقى اكيد هنا طالما بتجاوب yes هسأل بها. هيقول بقى هل هي نجحت ولا لا? يبقى هل للماضي اللي هي dead? لان الفعل جاء في الماضي. وبعد هنا اقول له الفاعل اللي هو she. والفاعل في المصدر اللي هو pass. يعني عايز اقول did she pass it هل هي نجحت فيها? فقالت لها طبعا نجحت وايه? واستلمت الوظيفة. هما بعد كده قالت حاجة. اه طبعا سعيدة لها فاكيد بتقول لها مبروك. تهانينة زي ما تعلمنا. او تقول لها that's great news. اتنصح. هي لها من اخبار جايدة. يبقى that's great news. وانا مبسوطة جدا لها. طيب بعد ما خلصنا سؤال المحادسة بيكون في عندنا سؤال مهم جدا. السؤال ده عليك في الامتحان وهو سؤال القطعة. طيب سؤال القطعة اهم حاجة فيه انك انت تقرأ القطعة والترجمها كلها على مهلك. بالوقت هنبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا ونترجمها كلها علشان نبدأ نحل عليها. طيب القطعة بتاعتنا. بيقول لها. مثل صالح had two children. يعني زوجة الاستة الصالح عندها طفلين. سامي was seven years old. اول واحد سامي وده عنده سبع سنين. تمام? تاني بقى and his sister نورا. واخته يعني اسمها نورا. was four. عندها اربع سنين. سامي راح المدرسة ولكن نورا لسه. when sami was at home. لما سامي بيكون في البيت. he often played with نورا. هو بيلعب مع اخته نورا. while their mother was cooking. بينما مامته بتكون بتطبخ يعني في البيت. وكمان washing and cleaning. وبتغسل وتنظف البيت. وبعد كده بيقول لي. انها برضو. was usually free to do her work quietly. او بتعمل واجباتها او بتعمل بتنظف بيتها يعني وتعمل واجبات البيت بهدوء. because sami was nice. بسبب ايه ان سامي طيب جدا. اه طبعا with his little sister مع اخته صغير. one friday morning. يوم الجمعة الصبح. هيبدأ يحكي موقف. the two children were playing in the garden. الطفلين كانوا بيلعب مع بعض في الحديقة. while their mother was cooking lunch. بينما مامتهم كانت بتطبخ الغداء. they were quite happy until nora suddenly began to cry. الوضع يعني كان هادئ وسعيد. لحد ما نورا فجأة بدأت نهاية cry تبكي. and ran into the kitchen. وجريت لمطبخ to her mother. عن مامتها. يعني الاجواء كانت هادئة. وكانوا مبسطين لحد ما نورا فجأة عيطت. بيقول لي. miss الصالح stopped cooking and said why are you crying? وقفت العمل في المطبخ وسألتها ليه انت بتعيطي. sami broke my toy. قالت لها ان سامي كسر لعبتي. nora answered crying more loudly. وبعد كده نورا جاوبت وهي بتعيط بازعاج. how did he break it? وما قدت لها ازاي يعني. كسرها her mother. طبعا اسكت ماما بتسألها يعني. ازاي كسرها. في الاخر نورا توقفت عن البكاء. but ولكن didn't answer for a few seconds. ما جاوبتش كده بسرعة يعني. عايزة تقول funny event يعني حدث مضحك. حد تاني هيكتم مسلا عائلة اه عائلة مسلا سامي and his sister برضو صح. why was miss salih usually? free to do hair work quality. ليه هي بقى ممتهم يعني كان بتعمل اه طبعا اه اشغالها بهدوء. طيب هو قال لي السبب. قال لي السببين. السبب الاولين يمكن نقوله because سامي. ممكن نقول often played with his little sister. كان دايما بيلعب مع اخته صغيرة. وبردو اقدروا اللي اجابة اللي في القطعة اللي هو because sami was طبعا nice. بسعب ان سامي كان طيب and وكمل بقى often played غالبا يعني كان بيلعب with his sister مع اخته. ده اللي كان بيخلي ممته تعمل كل اللي وراها بهدوء. ان سامي كان طيب ولطيف and played with his sister. وكان بيلعب ايه مع اخته دايما. what do you think of نورا? ايه رأيك بقى في نورا? طبعا هو قال في الاخر ان هي كانت يعني ايه بتعمل موقف مضحك يعني. فانت تقدر تقول I think she is funny. لان هي طبعا قعدت طعاية وفي الاخر طلعت هي الخبطة اخوها باللعبة. فتقول I think she is funny. I think. يعني انا اعتقد ان هي funny. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. حل اسئلة القطعة. سؤال اختياري على القطعة. السؤال الاول بيقول لي هنا the underlined pronoun he. ضمير he اللي في القطعة بيشير الى ايه? طبعا ضمير he كان بيعود على سامي اللي هو بطل القطعة يعني فقول له سامي. بعد كده بيقول لي when Nora cried her mother was in the نقط. لما نورا بكت ممتها كانت فين? طبعا هو بيقول لي ان هي كانت في المطبخ. يبقى له هنا in the kitchen. كانت في المطبخ بتعمل الغطة. واللي بعد بيقول لي the underlined word broke means a note. الكلمة اللي تحتها الخط اللي هي كلمة broke. دي تعني ايه? طبعا دي معناها انكسر تعني damaged. ضمير يعني. الحاجة دي انكسرت او ضمرت. وفي الاخر عندي سؤال correct. سؤال الاول. my father not his car to work everyday. طيب خلي بالك بقى انا قلت لك قبل كده. حط عينك على الكلمة اللي بتدل على الزمن. كلمة everyday دي معناها كل يو. بتدل على زمن ايه يا شباب. المضارع البسيط. مضارع بسيط نعمل ايه? نشوف الفاعل بقى مفرد ولا جميع. my father بابايا ده مفرد. يبقى عايز هنا don't ولا doesn't. الجملة منفية. محتاج انف هنا ب doesn't. اقول يعني ان بابا doesn't والمصدر doesn't drive. اسقان ما بيسوقش عربيته للعمل كل يوم. يبقى doesn't drive. what time does he not up? سهلة جدا دي. احنا قلنا do or does الاتنين على طول بيجوا ورغم الفعل في المصدر. ايه هو المصدر بدون اضافات. هتشيل هنا ال ing. هتقول لي he get up. السؤال اللي بعده. بيقول لي why are you not cry? طيب ده سؤال وعندي هنا is or are بيجوا ورغم الفعل بضف له ing. ده مضارع مستمر. يبقى why are you crying? حط الفعل في الاخر ing. السؤال الاخير بيقول لي هنا she works not to get high marks. طيب خلي بالك. انا عندي هنا فعل. طيب عايز حال طب hardly لا دي مش ظرف ولا حال. قلنا الحال والظرف من hard اللي هي hard. لازم تحفظها. دي حال غير منتزم. طيب بعد كده شباب بيكون عندنا سؤال paragraph طبعا السؤال ده زي ما قلنا. هو مجابة عنه في نهاية الكتاب ولكن ان شاء الله في مذكرة خاصة بيه تاني عدادي. المذكرة دي هتكون بصيغة و هتنزل قريب جدا على القناة. كل عليك انك هتبدأ تحمل المذكرة دي هتلاقي موجود فيها اهم موضوعات المنعج وازاي تعرفت حل السؤال ده بكل سهولة.